السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية مرحبا بكم في الجزء الأول من دروس الأسبوع الثامن في اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم الابتداء الوضعية التواصلية أحكي أعمال اليومية أولا ألاحظ وأكتشف أعبر نلاحظ في الصورة التلاميذ تلاميذ جالسون في القسم والأستاذ يكتب في السبورة وأن تلميذ قد تأخر وهو يفتح الباب في وجهه علامات القلق والحزن مكتوب في الصبورة لا أتأخر عن الدرس أدخل إلى القسم بنظامي ثانيا أستعمل وأتواصل وأتواصل ألاحظ وأتمم بما يلي ثم أعبر أظن ماذا أعتذر لماذا أتركيني ألعب قليلا أسرع يا إياد لقد تأخرنا أنك نسيت ما علمتنا ما علمتنا المعلمة و أعلمتنا وماذا علمتنا تأخرت ما لماذا تأخرت ما إنه إياد يا معلمتي الذي كان يلعب لن أتأخر بعد اليوم أعتذر لن أتأخر بعد اليوم تصفية الصعوبات القرائية أولا أقرأ لوحة ب ب ب ب ب ب ب ب ب بن ت 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 ثانيا أرتب المقاطع وأقرأ رأتبى نرتبها تصبح أتربى أتربى المقطع الثاني وَعَلْ أَتَلَمُ نرتبها تعطينا وَأَتَعَلْ لَمُ وأتعلم أتربى وأتعلم ثالثا أقطع كما في المثال وأقرأ أَلْحُضُرُ أَلْحُضُرُ أَحْتَرِمُ أَحْتَرِمُ أَلْوَقْتَ أَلْوَقْتَ أَقْرَأُ الْكَلِمَاتِ أَلَى أَلَى فيك أحيى بكل أمان الدرس فيك ممتع مع معلمتي وخلاني وخلاني ثانيا ثانيا أقرأ تُطِلُ المدرسة على بيوت قرية الجميلة بنايتها من طين ومن غرف متواضعة وعين نوافذُها مفتوحة على الفضاء الجميل أحضر إلى مدرسة ماشيا غير مبال بقسوة حر أو متهيب من برد ومطر كما لا تمنعني الطريق غير المعبدة في فصل الشتاء من الحضور إلى مدرسة أتأبط كتبي وأسعى إلى حيث أتعلم النظام والصبر واحترام الزمن معلمي حريص على حضورنا في الوقت ودخل القسم بنظام والانفراف منه بهدوء وانضباط معجم المساعد الطفل متهيب من الأسد تعني خائف الطفل يتأبط كتبه نضعها تحت إبطه الطفل يسعى إلى المدرسة يذهب إلى المدرسة شكرا لكم أصدقائي على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم